مساء الفلة عليكم يلا تعالوا نجيب كيلو لبن ونعمل منه ألازو أحلى سامنة بلدي خطيرة جدا جدا مرملة ورهيبة هعمل لكم مش بس السامنة هقول لكم كمان على طريقة تعملوا منها الزبن الفلاحي الأصلي من اللبن تعالوا النهاردة متشتروهاش تاني وتعملوها بمنتهى البساطة وبطريقة حلوة قوي قوي ورحتها تجيب معاكم أخر الشارع تلفع للمخبوزات والمعجنات وكمان السامنة اللي هنعملها النهاردة احلى طعمه احلى قوام عايز اقول لكم مرملة وخطيرة جدا جدا وزي ما قلتلك في اول الفيديو تنفع تعمليها على هيئة اوالب وكمان تنفع تعمليها سامنة اصدية جميلة جدا جدا كل ده هتشوفوه معايا النهاردة بس لو لسه مش شركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة الشراك تحت الفيديو باللون الأحمر فعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى فايك وشل الفيديو عشان نوصلكم كل جديد ويلا نبتأ حلا احنا طعم القناة سيب لكم اللينك ورقم التليفون في صندوق الوصف ده اللبن انا جبت اللبن وبعد كده هشيل من على وشه الاشطة يعني انا بجيب اللبن كده كل ما يبقى عندي لبن اشيل الوش بتاعه لحد ما كونت كمية حلوة كده من الاشطة وبعد كده هنبتدي دلوقتي نشتغل بيها هجيب الاشطة بتاعتي اللي انا كونتها وهجيب عليها لكل كباية من الاشطة هجيب نص كباية من الزيت يبقى انا هنا جبت كباية اشطة وعليهم نص كباية زيت والطريقة الاولى اللي هنعمل بيها هنعمل بيها الزبتة الفلاحي بعد ما هنعمل الزبتة الفلاحي ان شاء الله هنعمل السمنة البلدية دي الاشطة خلاص انا دوبتها او فكتها كده وحطيت عليها نص كباية من الزيت وحطيت عليها سنة صغيرة قوي من الملح سنة صغيرة جدا من الملح بنقطتين بس من الخل وبعد كده هبتدي ان انا طبعا ممكن تحطوا لون الطعام لو حابين ان الزبدة بتاعتكم تبقى لونها صفرة زي اللي بنشتريها من برا ونضربهم في الخلاط حلو قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده وبعد ما نضربهم في الخلاط نكون مجهزين القالب اللي احنا هنصب فيه الخليط بتاعنا اهم حاجة القالب يكون لاما ما بيلزقش لاما نحط فيه ورق زبدة او ورق تلاجة اصلي اكياس تلاجة عشان خاطر بس نقدر نطلع قالب الزبدة وبعد كده نصب فيه قالب الزبدة وبمنتهى البساطة من الزيت والقشطة عملنا قلز قالب زبدة ممكن تتخيلوها وسهلة وبسيطة جدا ومن غير بقى ما تضربوا بالمضرب وتفصلوا القشطة وتحطوها في النار والكلام ده خاص بطريقة بسيطة جدا جدا دي طبعا مش محطوط فيها اي لون طعام وهوريكم قالب تاني حطيت فيه لون الطعام عشان تعرفوا الفرق ما بين الاثنين بنسبها كده لمدة يوم كامل في التلاجة ودي شكلها طبعا دي لما تحطش فيها اي الوان طعام خالص فهتلاقوا لونها ابيض كده وطبعا مش هتفرق خالص اللي محطوط فيها لون طعام من اللي مش محطوط فيها لون طعام ابدا غير في اللون بس يعني لو حابين الزبدة ما تحطوش فيها الوان خالص ما فيش اي مشكلة خالص وده بيكون شكلها بتبقى خطيرة جدا جدا اتمنى تجربوا وصفة الزبدة دي وفعلا مش هتندموا لانها من الوصفات النجحة جدا 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 واشتعالوا نقسم الزبدة بتاعتنا ونشوفها الطريقة التانية وهي طريقة السامنة البلدي هنجيب الاشطة اللي انا مكوناها في اوالب كده وهحطها على النار وهحط لكل كيلو اشطة ازازة من الزيت كل كيلو اشطة حط عليها ازازة من الزيت وسنة صغيرة من الملح وابدأ ان انا اسيح لاثنين على النار بالشكل ده ولازم نخلي الاشطة تغلي كويس جدا مع ازازة الزيت يعني نحاول ان احنا نغليهم كويس جدا مع بعض لحد ما يكونوا من فوق اللي هو الابيض ده هنشيله خالص طبقة البيضة كل ما تغلي هنشيلها ونلاحظ في اعر الحلة من تحت ان يتكون المرتع المرتع دي طبعا بناخدها على جنب دلوقتي احنا عندنا الازو احلى سمنة بلدي احنا عملنا في فيديو واحد الزبدة الفلاحي عملناها من الاشطة والزيت وكمان عملنا السمنة البلدي من الاشطة والزيت بس سمنة البلدي عشان نخليها حلوة ومعتقة كده غالناها وما تقلقوش ما فيهاش اي مشاكل ان احنا نقدحها او كده يعني مش محدش يقول لكم انها مش صحية لعا عادي جدا احنا بنقدح السمنة عادي من اللبن وبتبقى مفيش اي مشاكل منها بنخزنها في علب وبنحطها مفيش اي مشكلة تعالوا بقى بالوصفتين دول نعمل الازف ترفلاح عشان الناس اللي طلبت مني وصفة الفطير عجنت الفطير بمنتهى البساطة ان انا بجيب هنا كوباية من الميا بحط عليها معلقة صغيرة من الكيكشف وبعد كده بعجن برشة ملحة خفيفة وعجن بالدقيق كل كوباية من الدقيق بتاخد كوباية ونص من الدقيق لحد ما نوصل للعجينة اللي انتو شايفينها كده عجنت الفطير بتكون طرية وبتكون زي الاستك كده يعني بتشد معاك حلو بنسيبها كده خمس دقايق ترتاح وبعد كده بنبتدي نفرد على الكونتر هوريكم دلوقتي طريقة فرد اتطلع معاكم احلى فطير بمنتهى البساطة من غير عجن وتعب وفرد بقى وزهق حاجة سهلة جدا جدا هنمسك الفطيرة بالشكل ده ونبتقى ان احنا نفردها على الكونتر على قد ما نقتر يعني انا عايزاكم بصوا على قد ما تقدروا تفردوا افردوا بحيث كل ما توسع معاكم الفطيرة اكتر كل ما تدي نتيجة افضل بكتير وما تقلقوش لو تقطعت منكم في اي حتة خالص لانها بمنتهى البساطة بمجرد مهن لمها ما هيكونش فيها اي قطعة خالص وبعد ما نبتدي نفرد الفطيرة بالشكل ده هنجيب الزبدة بتاعتنا انا النهاردة دلوقتي اشتغلت بالزبدة لكن تقدروا تشتغلوا بالسمنة البلدي او بمكس الزبدة مع السمنة البلدي هيكون خطير جدا انا اشتغلت بالزبدة البيضة دلوقتي وبعد كده هعمل قطع كده في الفطيرة زي فتحة كده وابتدي ان انا لف الفطيرة كده داير ما يدور بالشكل ده لحد ما تديني شكل الكريب عارفين شكل الكريب بظبط وبعد كده ابتدي ان انا ادورها واسبها على جنب كده دي طريقة الطريقة التانية للفرد طريقة دي سهلة جدا جدا ان انا هفرد الفطاية فوق بعضهم بالشكل ده وما بين كل الفطيرة والتانية هحط طبقة من الزبدة او طبقة من السمنة اللي تحبوا الفرق بين السمنة والزبدة في الفطير ان السمنة بتخلي الفطير طري جدا اما الزبدة بتخلي الفطير دايب وليه طعم ومميز انا برشح لكم طبعا الزبدة في الفطير اكتر من السمنة لكن لو مش متوفرة عندكم الزبدة ممكن تتوفر عندكم السمنة كمان احنا عملنا قبل كده بالزيت كان خطير جدا جدا بس اللي بالزيت بيكون سنة ناشف شوية وبعد كده ببتدي ان انا ألفهم رول طويل بالشكل ده وابتدي ان انا قطعهم زي كده زي السويس رول بالشكل اللي انتو شايفينه ده او كده زي ما احنا بنلفوا لفايف كده ونبدأ ان احنا نسيبهم كده خمس دقايق وكمان الافضل ان احنا نحطهم في التلاجة لحد ما طبقات الاشطة دي او طبقات الزبدة دي تجمت بحيث لما اجي افردها على الصنية ما تسحش مني وتتبهدل وبعد كده ابتدي ان انا افرد الفطير بالشكل ده وفي طريقة ان احنا ممكن نسويهم في التلاجة والطريقة التانية ان احنا نسويهم في البتجاز والطريقتين احلى من بعض بس طريقة التلاجة بتطلع شوية الفطيرة يعني ممكن يكون ناشفة سنة لكن البتجاز بيطلع او فرن بتجاز بتطلع حطرية جدا وعامة الفطير اول ما بيستوي بعد ما يطلع على طول يفضل ان احنا نقطيه باكياس بلاستيك عشان خاطر يفضل طري وحلو معنا وكمان ممكن يدهنوا رشة زبدة بعد ما انطلعوا بيكون خطير جدا جدا اتمنى وصفات النهاردة تكون عجبتكم وافدتكم كتير وصفة الزبدة الفلاحي وصفة السامنة البلدية وصفة الفطير الفلاحي الاصلي واتمنى تجربوهم وتقولولي رأيكم فيهم ولو استفدتم الفيديو ما تنسوش بقى تشاركوا في القناة تفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسوينيش بقى في لايك واشير للفيديو عشان يوصلكم كل كتير واشكر كل اللي بتابعني وبينتصف في الخناية مرسي جدا جدا لكم ولكمانتاتكم الحلوة تحياتي لكم بألف هنو شفة اشوفكم دايما يا رب على خير قريب اشتركوا في القناة